دكتور يعني في البداية كنا احنا بنتكلم عن المرارة ناس كتير جدا بتبدأ تتكلم عن المرارة ومش عارفة يعني ايه المرارة خطورتها علاجها أضرارها لو كلمة عامة في البداية عن موضوع المرارة نعم المرارة هي عضو موجود في يعني يعتبر تحت الكبد هو عبارة عن حويصلة صغيرة تقوم بتخزين العصارة الصفروية التي يقوم الكبد بإفرازها وتخزين هذه العصارة إلى حين أن يقوم المريض بتناول وجبة دسمة خاصة عندما تكون يعني غنية بالدهون عند ذلك تقوم المرارة بعصر ما قامت بتخزينه فجأة إلى الأمعاء عادة هي نعلم تشريحيا بأن العصارة التي يقوم الكبد بإفرازها سواء مباشرة عبر القناة الجامعة أو عبر المرارة هي تنزل إلى الأمعاء الاثنى عشري إلى القسم الثاني من الأمعاء الاثنى عشري وتساهم فورا بعملية الأيد وعملية الهضم للمأكولات وخاصة المأكولات التي تكون كما أشرت منذ قليل غنية بالدهون وبالشحوم يعني هذه هي الوظيفة الأساسية للمرارة هي عمليا خزان تستعمل عند الحاجة بينما نحن نعلم بأن العصارة الكبدية هي تفرز بشكل مستمر من الكبد عبر القناة الصفراوية الجامعة إلى الأمعاء طيب دكتور يعني أننا دلوقتي مثلا بعد شرح حضرتك ده لما جيت أفهم المرارة هل هي لها فوايد وأضرار ولا هي عبارة عن قنبلة موقوطة في حالة انفجارها تعمل لي مشاكل في جسمي طبعا ما لازم نوصف نحن بالقنبلة الموقوطة لأنه هي بالنهاية عضو لها وظيفة وكما أشرت يعني أن العصارة الكبدية عندما تقوم المرارة بتخزينها هي تقوم فقط ليس فقط بالتخزين إنما تقوم بالتخزين وبزيادة نسبة يعني الأنظيمات والأشياء التي تساعد في عملية الهضم عند الضرورة لذلك هي لها وظيفة ووظيفتها مهمة جدا أما نحن نعلم بأنه هي عادة المرارة قد تصاب ببعض الأمراض منها قد يكون التهابات منها قد يكون حصى منها قد يكون ورام سرطاني إلى آخره يعني هناك أمراض عديدة للمرارة منها ما يكون كسل وظيفي مثلا نحن نعاني عند ذلك من مشكلة في وظيفة المرارة أصلا المرارة تفقد وظيفتها يعني عندما يتدخل الطبيب لإستقصال المرارة هو يكون عمليا يقوم باستقصال عضو قد فقد وظيفته الحقيقية في الجسد وإلا المرارة طالما هي سليمة هي عضو مهم له وظيفته ويجب الحفاظ عليه قدر المستطاع ولا نقوم بالعملية الجراحية إلا عند الحاجة والضرورة يعني المسارعة باستقصال المرارة ده قرار غلط لازم يكون متاخد بتألن شديد جدا ونبقى خدنا كل السبل من أجل الحفاظ على المرارة نعم يعني عند الضرورة عند الحاجة عند وجود نحن نسميها طبيا الانديكيشن يعني عندما يكون هناك سبب حقيقي لاستقصال المرارة طبعا نحن لن نتأخر هناك يعني سنتكلم ربما عن هذا الموضوع بتفصيل ربما لاحق طبعا